نافذة اخرى تغلقها الميليشيا في وجه اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لتضعهم في مواجهة مباشرة مع الموت دون اي فرص للنجاة الميليشيا وبعد تدميرها للقطاع الصحي في البلاد وتسخير ما بقي منه لصالح مقاتليها اتجهت الى التضييق على ما تبقى من منظمات عاملة في البلد ومن تلك المنظمات اطباء بلا حدود التي اعلنت مؤخرا سحب اطقمها الطبية العاملة في محافظة اب بعد المضايقات التي تعرضت لها والتي كان اخرها اقتحام مسلحي الميليشيا لمركز عملها في المحافظة الانسحاب من اب كان قد سبقه انسحاب اخر للمنظمة في عدد من المحافظات ولذات الاسباب وهو ما يعد سعيا ممنهجا من قبل الميليشيا التي تسعى على ما يبدو الى احداث مزيدا من ترد الاوضاع الانسانية في البلد كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي من اجل الرضوخ لتسوية سياسية على حساب عذابات اليمنيين في المقابل لا زالت الشرعية تعبر عن هذه الانتهاكات بذات المصطلحات القديمة التي لا تخرج عن وصف افعال الميليشيا بالتصرفات لا مسؤولة وهو وصف اقل بكثير من افعال الانقلابيين المأساوية بحق اليمنيين هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع تأكيدات المنظمات الدولية من ان الاف اليمنيين يموتون نتيجة عدم الخدمات الطبية وهو ذات الامر الذي تراهن عليه الميليشيا التي لا ترى بقاءها الا من خلال قتل اليمنيين هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع تأكيدات المنظمات الدولية من أن آلاف اليمنيين يموتون نتيجة عدم الخدمات الطبية وهو ذات الأمر الذي تراهن عليه الميليشيا التي لا ترى بقاءها إلا من خلال قتل اليمنيين